تجسد هذه الصورة محطات النضال الطويل التي مر بها المقاتل القادم من مهنة المحامات توفيق الشاميري حيث لخصت أغلب مسيرة الرجل منذ مطلع ثورة فبراير قبل تسعة أعوام وحتى وافته المنية في نوفمبر 2016 أثناء مقاومته للميليشيات الإنقلابية في منطقة ثعبات الشرقي مدينة تعز التحق في السلك العسسكري في تاريخها في حرب 94 ومن يومها ترقى إلى ردبة مساعد أول وعليه ثم لحق بأنهى دراسته التعليمية وصار محاميا في محافظة تعز بين أرجاء منزله المتواضع حيث تسكن زوجته وثلاثة من أطفاله قصة أخرى تحكي حجم الخذلان وغياب الاهتمام تقديرا لدور الرجل بعد انقطع راتبه منذ عامين من المنطقة العسكرية الرابعة كما أكدت قيادة محور تعز لأسرة الشاميري وهو الأمر الذي فاقم من اتساع رقعة معاناتهم كان توفق حنن علينا وتوفق كان يحفنين للفنين لا توفق قال الآن صرت مثل الطائرة اللي والمعابنة وزادوا عندهم قطعوا راتبه خلونا بحالة عياله بحالة نحن إلا أننا ورغم كل المتابعات ورغم كل القهود إلى تاريخ يومنا هذا من شهر 7-2018 إلى يومنا هذا لم نستطع عادة راتب الشهيد شهادات حية وصور شهداء وضعت على الجدران وثقت عدسة الكاميرات جزءا كبيرا منها لمسيرته التي قدمتها أسرة الشاميري طيلة الأعوام السابقة كثفت قيادة الجيش جهدها في تقديم الممررات لوقف مرتب الجندي المنتسب للمؤسسة العسكرية منذ تسعينات القرن الماضي وهو ليس الوحيد كما تقول إذ تؤكد المعلومات سقوط ما يزيد عن 290 اسما من قوائم رواتب الجيش الوطني في محور تعز في ظل غياب بوادر لمعالجة أوضاعهم حمزة أمين قناة بالقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر